لكن نقول إن هم بدأوا خمس مباريات خسرنا المباراة من نادي يليوبس وكسبنا أربع مباريات كسبنا الطيران وحدايا الأهرام والحوار ودادي الظهور والنادي الأهلي بيواجه إن شاء الله بإذن الله بيتوجه لي سكندري عشان يقابل نادي سموحة بقيادة المدير الفني السويدي أولا لاند جرين عمل جلسة مطولة مع طبيب الفريق عندنا مصابين عندنا إسلام حسن ومحمود فايز ممضوح طاها كلهم إصابات وعصام الطيار بيتطمن معاه إن شاء الله بإذن الله فريق كرة اليد يكون عند خص نظام الجميع لأن البطولة السريق صعبة جدا بعد التدعمات القوية لكل الفرق من كل الاتجاهات